نشر موقع القناة الألمانية دوتشي فيلا مقالا تحليليا قال فيه أن الرئيس التركي رجب أردغان يزداد تعنطا للحصول على مزيد من النفوذ العسكري والسياسي في غرب ليبيا وأن وراء ذلك التعنط هو حجم الثروات الليبية الهائلة التي قد تنقذ الاقتصاد التركي من ركوده وأضاف الموقع الألماني أن أردغان مستعد للذهب حتى إلى حرب إقليمية وطويلة الأمد من أجل تثبيت أقدامه في ليبيا أو في غربها على الأقل وذلك من خلال نقل الإرهابيين والمرتزقة ودخوله في تصادم مع فرنسا لحماية سفون الأسلحة دوتشي فيلا تساءلت لماذا يبدو أردغان متشبثا بليبيا إلى هذا الحد لتجيب قائلة أن ما يحرك أردغان للقيام بمقامرة على بعد آلاف الكيلومترات من تركيا ليس مرده العلاقات التاريخية أو الحرص على الحقوق الشرعية للليبيين لا سيما وأنه هو نفسه لا يحترم هذه الحقوق داخل بلاده السبب الحقيقي عزته دوتشي فيلا إلى ليبيا ومساحتها الكبيرة وثرواتها الهائلة التي تعتبر بالنسبة لأردغان مدخلا لاتساب نفوذ سياسي واقتصادي في الدول المغاربية والعمق الإفريقي وحوض المتوسط حيث تدعمه وترحب به قوى الإسلام السياسي ولعل الأهم من ذلك أنها بشكل عام ومنطقة الغرب الليبي بشكل خاص تبدو حاليا ككنز للحكومة التركية الموقع أشار إلى أن هذا التحليل تثبته عدة حقائق منها أن تركيا تستورد نفطا وغازا بما قيمته 40 مليار دولار سنويا إضافة إلى وقوع أكثر من 80 مليار دولار من الاحتياطات الليبية النقدية والاستثمارية تحت سيطرة حكومة السراج إضافة إلى أن ركود السياحة والبطالة والتضخم في تركيا أوقعها في دين حكومي يتجاوز 200 مليار دولار بحسب مؤسسة التجارة والاستثمار الألمانية أما بداية الاستحواذ على الأموال الليبية هو وديعة الليبية بقيمة 8 مليارات دولار تم منحها من مركز طرابلس إلى مركز أنقرة أما النفط الذي تسعى إليه تركيا وبحسب وكالة الطاقة الأمريكية تبلغ احتياطياته 25 مليار برميل نفطي و120 تريليون قدم مكعب من الغاز في غرب البلاد التقرير الألماني أشار أيضا إلى أن الخسائر التي تتعرض لها الدول الجوار الشقيقة وعلى رأسها مصر وتونس بسبب التغول التركي بمساعدة حكومة السراج تبدو خسائر جسيمة لتتضح بحسب الموقع أسرار التهور التركي في ليبيا وتمسكها بكنوز البلاد التي فتح السراج مغارتها لأردغان ولصوصه ترجمة نانسي قنقر